اشتركوا في القناة ما كانش برضه عشان انتخابات لان في الخارة طول امرهم يعني طول امرهم عندهم مئة الف مشكلة حكاة الانتقال يعني لان المسألة مش مشارعة ويجري بأن يكون التصويت الالكتروني بالنسبة لهم ومع ذلك اللي بيسافر الف كيلو اللي بيسافر عشان يصوت ليه لان الموضوع مش انتخابات ده هو الموضوع مصر وهو الموضوع عن الشعب المصري موجود هو ما عايزين تقول الذين أنكروا وينكرون 30 يونيو وان 30 يونيو ثورة وانها غيرت نظام الذين أنكرون هم المصريين حيسبتلهم مرة ثانية لا ده فيه لقد 30 يونيو وان شاء الله اكتر من 30 يونيو باذن الله في 26 و 27 و 28 مارس ستنا دكتور صلاح ازاي حضرتك اهلا بيك يا صغيرين سعيب بوجودي معاك وانتحياتي لي كلهم مش قدينك لا فاضل الله يكرمك بره طول عمر الانتخابات بره والحالة دي في الزمان من زمان يعني كانت المسألة تتأخذ يعني اللي بيروح يعمل يعني فيه شقين من المسألة دي احساس الناس يعني من صوتهم ده حتى يعني راحوا مراحوش مش دي القضية الحالة التانية كانت المسألة يعني ربما كانوا بيبقوا خضائين للي بقى لبرد بيبقوا خضائين لتأثير حروب كثيرة ليدا بحكم بذات اللي في أوروبا وامريكا وكلها يعني متعرضين لحملات كثيرة ليدا الممكن تخليه بهو مغيب هو بعيد عن الوطن أصلا ما بيشوفش ده اللي زكان اللي هنا اللي شايفين الانجازات اللي شافوا محطات الكهرباء طلعا ومواصرها التخينة دي طلعا تدهوت والمحطة ايه ما شاء الله احنا بنتكلم على تمشي قصادها من نص كيلو صحيح ومش تردين يشوفوها فدول ما شافوش حالة نعم وطلعوا عمل ده رايت حضرتك لموضوعها لا خليني بس اقولك ان ابدأ كلام بتحقيق كل مصري في الخارج بيعاني في الغربة ومتغرب عشان له متعيش وسافر مئات كيلو مترات من مدينة الى مدينة عشان يدي صوته ده فعلا زي ما انت قلت وراح يدي صوته مصر وعايز اقولك يمكن خلينا اخد عدد من المشاهد كده والمصرين يتوقفوا امامهم مشهد الكبار كبار السن السيدة اللي عندها 97 سنة ورايح على كرسي متحرك تدي صوتها في ابو ظبي الرجل المسن اللي عنده 85 سنة ورايح على سندات وعكزين رايح عشان يدي صوته في الرياض والمصرية اللي موجودة في فرنسا بقالها 30-40 سنة وموجودة وجيبة ولادها واحفادها اللي ملهمش صوت انتخابي عشان تعرفهم ان احنا النهاردة رايحين لمصر وهم ما نزلوش مصر هم عاشوش في مصر ربما يكون بيحملوا جنسية تانية بحكم الميلاد كل هذه المشاهد تؤكد انه مهما تغرب اي مصري بحثا عن لقم تعيش بحثا عن مستقبل اخر بحثا عن اقامة في دولة اخرى يبقى حبل سري يربط اي مصري بالدولة المصرية النداء في هذه الانتخابات يا أستاذ إبراهيم على وجه التحديد لم يكن نداء من رئيس كان نداءا من وطن النداء للمصريين من خارج هم مستشعرين ومدركين وعايز اقولك رغم ان المصريين في الخارج ممكن ما يكونوش متلامسين بشكل مباشر مع ما يتم داخل الدولة المصرية من انجازات انما متلامسين بشكل اكثر مباشرة مع ما يحيد بالدولة المصرية من مخاطر ومن مؤامرات وعايشين بقى وشايفين الكلام ده على الهوى حواليهم في أوروبا وفي بعض الدول في المنطقة للأسف اللي هي مفترض بعضها من الدولة محسوبة خطأا على الدول العربية بش ما تقولش دول دويلات أو دويل إمارة يا لا ده مرد ده الإمارة دي ده ناس بعارفين عن ألا الأصول فبقولك الحقيقة ان مش هتدوت يعني أنا باعتبره القاترة اللي هتجر الدولة المصرية الى مستقبل أفضل المصريين باحتفالاتهم يمكن حتى كنت قاعد بتكلم مع الزملاء قبل ما خش على الهوى لفت نظرنا حاجة مهمة قوي في الاحتفالات وتجمعات المصريين أمام السفرات تخدت بالك إن اللي مرفوع عالم مصر ما فيش أي صور غير عالم مصر يعني الناس دي رايحة تحتافلت بالدولة المصرية إن حيازا للرئيس هم شافوه معبر عن إرادة الدولة المصرية بالضبط كده الحاجة التانية المهمة برضو إن عايز أقولك إن إن أنا قمت بعدد من اللقاءات أو بعدد من الجوالات في عدد من الدولة العربية روحت تلتقي بالجاليا مصرية في أبوذاب الجاليا المصرية في دبي الجاليا المصرية في عدد آخر من الدولة العربية والأجنبية أنا لقيت إن هناك المصريين عاملين استعداد لاحتفال وطني لكنهم رايين يشجعوا مصر في نحاء أي بدورة رهمهم الأفريقية أو كسر عالم واخدين بالضبط كده أو كسر عالم واخدين المسألة إن ده واجب وطني يجب أن يقوموا به مكان لوش محتاجين موجه أو مرشد ليهم يقول لهم تعالوا نعمل كذا هما اللي بيقودوا وهم اللي بيرتبوا ونجي ونتحرك ونعملوا بصراحة كان فيه أداء مختلف من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج وده ينكي لخب بالك أحد الإنجازات اللي بيينت للمصريين أن هناك دولة تبنى بجد بالزبط إحنا كان زمان يا إبراهيم على فكرة مصري خلينا نتكلم في أوقات ماضية من المنزمن كان المصري لما يحصل له مشكلة في دولة في الخارج أول حاجة يفكر فيها أنه زوغ من السفارة لأن كان السفارة الحل عندها مشكلة بتاعة طب ما يرجع مصر بالزبط كده النهاردة من مصري بيروح السفارة والسفارة بتنحاز ليه وتلاقي وزارة خارجية ورا السفارة وتلاقي الدولة بمؤسساتها وراه 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 قرامته بالزبط كده فالكلام ده بيين لمصري أنه له قرامة لدى دولته ولدى قيادته فالتغير دوت في أداء الدولة المصرية خل المصريين في الخارج يشعروا بما يتم من تغير داخل إرادة وإدارة الدولة المصرية ده برضو أدى إلى على فكرة حجم الإقبال اللي احنا شفناه إنما بشكل عام أنا بقولك لم أفاجأ بأداء المصريين وتصويتهم وإقبالهم في الانتخابات في الخارج وهقولك على فكرة لا تفاجأ بقى بأداء وإقبال المصريين في الداخل البعض اللي عمال يقولك المصريين ويقوموا يا ناس وإحنا أنا لفت 19 محافظة في فترة اللي فاتت وراح محافظات تانية منهم أسوان بوك إنما أنا بقولك إحنا دائما الشعب المصري ده بفطرته وفتنته يصبق النخب بخطوات عشان كده إنت شعب المصري على فكرة إنت ممكن تروح تنديف عمل سياسي دكتور صلاح إنما في عمال وطن مش محتاج لده دكتور صلاح هاتلي حد في العالم أمريكا بصفرتها اللي هنا بعملاء الموجودين بنقلولها دابة النملة اللي هم قاعدين في كل حتة بقى أمرها الصناعية بكلام ده لم تكن تدري ولا هي ولا التحاد الأوروبي ولا الست أشتن ولا السخيفة اللي كبتين على طول دي إن اللي حيحصى في 30 يونيو حيحصى اللي مصري حيب فيه 30 مليون في الشارع أحدا لم يحرف هذا أنت عارف لي يا صبريم لأن على فكرة صورة 36 مش عشان إحنا من منحزين ليها ومنحزين لإرادة شعب المصري فيها صورة 36 هي صورة فريدة على مستوى العالم أنت عمرك شفت صورة يعملها شعب بإنذار على يده محضر فعلا أنت بتقول في فبراير الشعب المصري في فبراير إحنا نازلين 36 مماشي النظام ده في 36 فلما تصدق هذيك جماعة مفيش هم ما بقول لحضرتك ما صدق ده بيبين إيه ودي تركيبة المصريين عارف يا دكتور صلاح كل شعوب العالم لا مفاتيح لا تركيبة المصريين لا ملوش كتلوق النعمة صحيح هو تعمل يعني ملوش كتلوق ما تعرفش تروح له منين صحيح ده عبر التاريخ بقى شوف ده في السد العالي صحيح في أول مشروع قومي يتهمل شوف ده في 56 شوف ده في رفض الهزيمة في 67 شوف ده في فترة حرب ست سنين بقى شوف ده دلوقتي لا شوف ده دلوقتي شوف الست اللي تروح النهار ده اللي هي الرئيس اللي تنازلت على مبلغ العمرة شوف ده هو ده الشعب المصري صحيح هو ده الشعب المصري اللي مؤهلين لبرة مظبوط حضرتك فعلا هو أحد تتكلم مع أحد ومين أحد تتكلم مين وانت عارفوا ما فين أصلا ولا عارف تتريبهم مين مظبوط مظبوط فهو ده لا يعني ما حدش يتصور ووعدين ما تدسوش على طرف صحيح يعني ما لكش دعوا بي فانت برضو انت حضرتك عشرت إلى جزء إن المصريين في الخير الجزء أكبر استفزوهم بما يتعرض له الوطن من مخاطر صحيح وده الجزء رايح يقولون لا احنا وقفين احنا وقفين عاصل انت وعب في دار الدولة مش في دار حد وبتالي يا دكتور الحاجة الوحيدة اللي ما تخليش أي حد هتقرب وقفت الشعب صحيح ما أنا عايز أقولك حاجة ما انت شوف عدد من القنوات والمنظمات اللي كانت متربصة لنقل الحالة الانتخابية اللي ما كانوا بيتمنوها خالية آآ نزل عليهم صلوهم الله ما انت مستمع النهاردة حد من 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 الجارديان ولا من آآ كارنيجي ما هو رقيهم في البرد أنا كان نفسي حد يسألهم يعني أنا نفسي أسأل حد السفير البرطاني أصلا غايزني السفير البرطاني آآ اللي بيروح كل في المدمس واللي كل شوية آآ بس آآ يروح مول بسادي بلوي وكل هم يخربقون خربوق مول بسادي آآ يعني هو عمالي هنا وإنك مصر مش عارفية آآ يبقى حد تاني هم يفقعونها انت رأيكم ايه طيب بقى ده السفتاء انت رأيكم في المال في الزاهرة في المصريين اللي برا صحيح صحيح لو المصريين اللي برا اللهم بالذات في أوروبا فاهمين ديت مهما استفتاء راكل سبعمائة ومئن مئة كيلو ولا يركب بقى وخب بالك يا سيد سبراهيم ده في النقطة مهم المصري في الخارج وخاضع لولاية قانونية غير ولاية الدولة المصرية آآ يعني بمعنى ايه يعني مش هيو مارس عليه ضغط مش هيوتف على الخروج يعني آآ لو او حاسس ان فيها اي حالة مش حيروح مش حيروح بأرصد وخاصة انه في مناخ مفروض يوحارف ده صحيح انا مش عارف في رأيهم ايه يعني نفسي على فكرة يعني مدالهم الخرصة طبعا هما بيتخرسوا او بالضبط كده بالضبط كده يعني يا بالضبط كده هممكن يروحوا يصوروا اللجان قبل بداية التصويت اه بقى ثم ما هي بادة المسألة طيب دكتور آآ عايزة قانقل حتة تانية برضو مستفل مستفل ازيانة كده احنا عايزين يشوف لها حل احنا كل تلات اسبوع الحالة نيورك تايمز هما بيطلعوا في معد واحد صحيح يقول لك ريجيني اصل ريجيني اختفى يعينه اي مش عارفه مش لقينه ومش عارف مين ومين طيب احنا ده احنا لنا في طاليا تلاتة فيه واحد قال له ست سنين مش لقينه اي واخد بالحضرات يعني على على اللزء الشيء لزءة الفكرة المزايدة او فكرة الابتزاز او فكرة انك انت بأي طريقة بتاهم من ده انما في حادث مؤخرة بتاع اه رحمة الله عليها مريم عبد السلام صحيح انا عارف ان او سمعت ان فيه وفدة حيطلع يعني انا فيه مجلس النوبة عامل الحياة موقف واس بس احنا اذا الموضوع مش عايزين نسيبه يعني فانت عاملين فيه ايه وحاتفوصله بتأكيد فيه اللجنة مشتركة شكلت من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس ولجنة حول انسان وحيسافر عدد اربع او خمس اعضاء من اللجنتين لمتابعة هذه القضية عن قرب فيه اه لندن دي الحاجة الاولى اللي عاملها من مجلس الحاجة تانية فيه تنسيق على فكر مفتوح وخط مفتوح باستمرار مع وزارة الخارجية المصرية واجهتنا المصرية في الخارج والبعث الدبلوماسيين في الخارج على اساس ان يشعر اهالي مريم ويشعر كل مصري ان قضية مريم مش قضية شخص ده قضية وطن وقضية بلد وقرامة وطن بالزبط كده فاحنا احنا يمكن عايز اقولك ان ده مرتبط الى حد كبير باللي انا بقولك عليه تغير اداء الدولة المصرية فيما يتعلق بقرامة المواطن المصري احنا في دولة بتسترد قرارها وتملك ارادتها وتملك استقلالها وبتاقف مع كل الدول على خط المنتصف انا مسافة واحدة بالكول بالزبط احنا بالنسبة لنا المسألة اللي بيربطنا بكل الدول مصالح مشتركة انما قرامة المصر عندنا هي اولوية اولى لدى الدولة المصرية بكل مؤسساتها بما فيهم برلمان عشان كده بقولك المفترض ان زملائنا هيسافروا بكرة تريبا او بعده هيتوجهوا الى لندن وهيبقى فيه متابعة دقيقة من البرلمان لها هذا الموضوع اعنا فكرة النقطة دي برضو دكتور عشان تتوضح وبالمناسبة بس السفر على نفقة الزملاء لا بنا عايز بس هنا لا لا بس استنى عشان اصل حيطلع ايه محن دلوقتي ايه قرار بيتاخد يعني محمد صلاح جامل بباري حربعة البيوان سوبر هاتري شوف مكنة الاخوان الشتغلت ازاي بيقولوا ان هي اجوان من تسلل لا 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 ما حيقولك وحيقولك يعني على طول المساخة فكل حالة بشاكك فيها انا النهاردة مهم جدا ان يشعروا الرأي العام في بريطانيا وان يقولوا ان احنا بحرصين ان مجلس النواب بتاعنا نواب الشعب في بريطانيا هبوا علشان خاطر يدفع على هذه الخضية معنى ان يبقى فيه نواب بتسأل انك ده بيباين ان لا ده المسألة مسألة صحيح يعني ده نواب الشعب يعني معناه الشعب المصري مهتم بهذه الخضية ده حيل لان حيط على يقولك ايه وراحين يسافروا ما هي على طول والأسف ايه مش الاخوان لا ده العلم انت عارفة التابور الخامس يعني انا ما انا بقولك حينما بنقطع الطريقة هو حتى الزملاء مشكورين حينما عرضوا على سيد الأستاذ دكتور علي عبدالعاء الرئيس بمجلس السفر عرضوا مرفقا بطلب السفر تحملهم لكافة نفقات السفر هو الموضوع ده يا دكتور عصد ده دكتور مهم جدا مش لحالة انتو مش راحين بس انت بتمثل انت الشعب المصري صحيح صحيح انا لما اروح في قضيزة دي معناها انه في مئة مليون منتظرين اجابة بالزبط كيرا فدي نوع من انواع الضغوط الكبيرة لدا 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 انت وكيل عن الشعب شعب مصر كله مهتم براضيهم مش قدر يسافر وكلاءه ومنواب الشعب فأوا ديش ايه فانا اقصد اقول في دي او في غير دي وما ننزعلش لانه كنتوا تعرضتوا لابتساز الشديد جدا مجلس النواب اه يعني حرب رهيبة جدا يعني في الطابعة صحيح وبعدين انت عارفين يعني مش تقول بقى يعني انت حاجة حقيرة جدا والفكرة برضو دلوقتي نخلي بالنا مش معنا ان حد بيهاني ولا يعمل ان انا التفت لدا لان دي خطوات ممنهجة خطوات ممنهجة لانه لوقف حالي تبالت في حاجاتك كتيرة اي وتلاقي حضرتك في حاجاتك كتيرة يعني حد ربلك مثال دولة البيعين عندك خالص اي النادي الاهلي نعم فيه درج ده وفيه كابتن محمود خطيب وليه بإرادة شعبية هائلة ده من الجماعية العظمية بتاعت النادي طول عمر الاندية في مصر الاهلي والزبادة تحديدا العشاقهم اللهم من البلاد العربية وما فيه ناس ما يسولهم بيساعدهم بيساعدهم وده موجود هنا ده عرفي تاريخي على فكرة ده موجود هنا وموجود في الخارج صحيح ها لما يلي حد في حد بيحب الاهلي وتحديدا السيد ترك الشيخ ده رأيلي في مرتبة وزير تمام وما لوش اي مصلحة وموحب اي وقت لا ده طرر باب يقولك اي ما زي ما بيعملوك معاكم اه اه يا اخوة مسافرين فالطيق اللي تقوله والله ما انا مسافر يعني عشان فعضية مهمة قضية تهمنا كلنا يلي الرجل ده بقى يلي النهار ده يعمل ده كله خدت بالك يقولك اه ده ده السيدة الكفيل بتوع الخطيب فبيخوه في الخطيب صحيح ها وهو بيخوه وبزهر عشان يمشي دول اللي مش عايزين حالة يتعامل في مصر لا انا عايز طب على وجه التحديد بقى في الجزئة دي تحركت برا انا ما انا عايز اقولك حاجة اه تركى الشيخ رجل محب لمصر ب ب ب ب ب ب درجة كبيرة جدا الفترة كده اه ومحب الاهلي بدرجة كبيرة جدا وحرك اللو اللي بيعمل واركبت النخطيب محدش هيزاد على انتماؤه للاهلي وانتماؤه لمصر فانما واللي بيحصل ده على فكرة مش اختراع مصري ده 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 عرف في العالم كله عبدالله الفيس أمير عبدالله الفيس رحمة الله عليهم ما كان فيها الفكرة بعض الشيوخ السعوديين كانوا بيمقولوا نادزة مالك في بعض الصفقات نادم هل الشيخ بنادر مهود يعني أنا أنا أصول أقول لا هي الفكرة كلها اللي عايز أقول له يا دكتور فكرة أنك عايز توقف المركب السايرة صحيح فالنهاردة هي لحد النهاردة في مجلس الشعب مجلس النواب يعني مجلس النواب أكتر مجلس تعرض لهجوم في تاريخ الحياني بها في مصر مظبوط مظبوط وبيلا سبب وبيلا منطقه على غير على غير أي حاجة ده من أول يوم أسوة سبريم أيوة أنا الحد اللي بيكلمني بعد الدرسة هتأول يوم قلت له طبعا أنا عايز أسألك سؤالي قلت له لو دبت الستمائة واحد شئي شؤة يعني السؤالي خمسمائة تسعة وتمانين خمسمائة تسعة وتمانين وتسعين لو دبت خمسمائة وتمانين وتسعين شؤة من أب وأم واحدة من بطن واحدة واعتم مع بعض اتناشر ساعة اللي حقيقت له بعض في اليوم ده فمانتشر ساعة قلت له انت بتتكلم قلت له طب تعالى ما نشوف المجلس أول مجلس يبقى فيه هزا العدد من النساء صحيح أول مجلس يبقى فيه هزي التخصصات العلمية اللي مولودة أول مجلس فيه عايزة العدد من الشباب في المراحل السنيني صحيح وبعدين انت عايز بعد الهرتلة اللي عشنا فيها السنين اللي فاتت دي ده احنا نبوش ايدنا والشوضاء لانك انت بتجد تخرج عن التقليدية والقبلية اللي كانت موجودة سنين طويلة تحكم من ايام مجلس النواب القديم عايز ازيد على كلامك بقى اول مجلس يجي من غير لايحة هو اللي عمل لايحته اول مجلس يجي بعد دستور جديد ومطالب ان هو يطبق قوانين او النصوص الدستورية دي القوانين او يترجمها القوانين اول مجلس يجي بدون حزب حاكم حزب حاكم له اغلبية داخل المجلس تضبط الاداء وتوجه اعضاؤه في الاغلبية كل هذه الاسباب واقول لك انا بقى في اول يوم يوم عشرة يناير بعد حالف اليمين وبدأ انتخابات عايت المكتب تمنتاشر ساعة جوه المجلس البعض اقتنص في التمنتاشر ساعة تمنتاشر سانية بيأكل فيهم عضو في الباور فرعوني سندوتش قال لك من اول يوم الاعضاء سايبين القاعة بيأكلوا عشان انخرج في التمنتاشر ساعة بيأكل سندوتش كبان ادم ما تصيده تصيده انا الفكرة بقى انا هنا برضو في نقطة ديات لنده دورك يا سات النعيم دورنا ايه ان احنا بنوعي الناس نعم ان احنا مش معنا النهاردة هو بيوقفوا هو الرئيس سات نفسه مش اكتر واحد مش لما الدول العربية وقفوا اللي بيأكل لك باعها ايه بمصر مش لما دين مش يقول لك اصم مش عارف ايه قال له نخلي بالنا كل في مكانه قال له يخضع الافتساز لان احنا هنقعد في حالة الافتساز دي فترة طويلة هنقعد في حالة التشويه والشائعات فترة طويلة مش هتنتهي نخلي بالنا بس لان طب ان احنا مطمئنين واخدين بالنا وهي اذا اقول لك يا سبريم يمكن ده بيوازيه او بيتواكب مع ان الشعب المصري نفسه فرز وصنف الناس دول يعني فيه سياسيين وانا بقولك لا فيه سمصرة سمصرة من السياسيين سمصرة للخارج في اي عمل يتم داخل مصر بصت له بعض طالع يقولك لا اصلي فيه كذا والاسف هما جنسيتهم مصريين يعني مفروض محسوبين بهذه الجنسية المصرية تلاقي يطلع يزايد على الدولة المصرية زايد على المؤسس الرياسي يزايد عبد برلماني زايد على الحكومة زايد على كذا عشان اخر شهر يعني مزايدة بالزبط مزايدة مدفوعة الاجر يعني خلاص والناس عرفت على فكر يعني المصريين خلاص فرزوا ومش محتاجين يعني يطلع يشوف ويشوف لانا عشاش عارف ان هو يطلع يقول ايه وهيطلع يقول لي مين هو فيه اكتر الدكتور الحملة المصعورة اللي اتعملت اللي قطعوا الانتخابات وطلع بقى كلهم وهمش حافظوا عليك ده الرد كان ايه يعني هو الرد ما هو ده الرد هو اول الرد هو اللي هو مبارح واول مبارح والنهار ده انا عايز اقسنا ونبسها والصبريم دي دعاوة مفلسة من ناس مفلسة ما تخوفكش لان انا زي ما بقولك كده هتلي امار يا سيدي انت فين قاعدتك الشعبية اللي هتقول لهاي مين هتقول لهاي مين كراماتك بالظبط كده انما انا اقول لك انا ده لو لليه تأثير على الناس هيقول لهم قاطعوا فيقاطعوا كان بلاش بلاش تأثير في المقاطعة كان دعا 25 الف واحد يعملو له توكلات مش 25 مليون 25 الف واحد يعملو له توكلات يقدم نفسك مشروع سياسي بديل ويقول انا مرشح انتخابات رئاسية وينافس ويقول لنا برنامج ويه انما عايز اقول لك ان هذه الدعاوة مطلقة هو عارف عارفك انها لن يكون لها تأثير في الخارج انما سيكون لها مقابل في الداخل ما لن يكون لها تأثير في الداخل انما يكون لها مقابل في الخارج فهو هو بيقولها للبرا عشان يقولهم شفت ان اشتغلت الشعر ده كشف الانتهاج عملت؟ عمالته 1 2 3 4 عشان ياخد عليه 1 2 3 4 لأ بس يعني أنا عايز أقول ودائما المصريين ردهم ببحد وشديد القصوة وتأديب وتهزيب فعلا زي كده السجن يعني تأديب وتهزيب واصلاحي والله العظيم تلاته هما لو عندهم دم والله العظيم تلاته يقولوا تبنى وخطبلك ويتوبوا إلى الله يركبوا أول طيارة ولا أي أوتوبيس ولا أي حالة أنا عايز أقولك يا تكتامل ومفروض يعملوا كده بعده بخروج المصريين في 26 و27 هو مجبرة لكل من يريد الشر المصر وكل من يتأمر على هذا الشعب وهذا الوطن إن شاء الله دكتور بالنسبة الشيخ سالم الهرش هاي شمال سيناء 68 أنا بس عشان أقولك الشعب ده ملوش كتالور 68 68 لا وشوفوا اللي عملوا فيه عملوا فيه عملوا فيه ومشها ديان إيه 68 هم عايزين يغيزوا لمال عبد الناصر رحمة الله عليهم أي فعايزين يعملوا مؤتمر صحفي فعملوا مؤتمر صحفي كبير ولمعوا فيه كل الشيخ الأباين ولمعوا كل المرسلين الأجاني صحيح خلت بالك شيخ سالم الهرش كان ليه موقف تاريخي فيه أه 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 بس عشان أقول ده المصريين أي طب إنت يا مخابرة السرائلية ما قدرتوش تعرفوا إن الذرش حرقوا على أفاكم أي يعني أنتم ما قدرتوش تتوقعوا يعني إنت عند وقت تبلح حضرتك هم ظل المصريين صحيح صحيح هم ظل المصريين مالوش كتلوه خدهم على الهد على درنب ايه وابتدوا في طرحوا الطرحة بتاعهم ان احنا عايزين نخلصين دية منطقة يعني ما توب الوحدية السلطة كده لا حكم ذاتي حكم ذاتي يعني هم حطوب حكم ذاتي وطوبوا يعني والاقواطة دولية وشغلانة بالكلام ده كله صحيح والشيخ المأمين الرئيس كبير وهم عارفين وقفهم فهمهم ان الحكاية خلاص يا احنا خلاص ميسك قال لهم يعني ان احنا كلنا عايزين تتكلموا في المسانة دي في واحد بس الرئيس جمال عبد الناصر صحيح المؤتمر بس والدنيا ظلمت هم دول المصريين صحيح وفي كل يوم بيتأكد ده بس الشعب المصري يا استاذ ابراهيم تنادي وطنيا ويناديه الوطن يستجيب اقسم بالله يعني احنا ممكن احنا سياسيين مثلا وبرلمانيين الشعب المصري ما يجذبوش فكرة سياسية انما يجذبو نداء وطن يعني تعالوا اتكلموا في السياسة قلوا انا عايزك الحزب وفلان ده تدي له صوتك عايزك الحزب وفلان ده تدي له صوتك وعايزك المرشح فلان ده حتى مصري ولو حرقوا دول ودول هنصلي مع بعض في الشارع هو هو في اكتر من التلات سنين يا دكتور رد او ها قياس على ان الشعب ده كده هما كانوا متصورين ان بعد كنيسة قدسين اللي هي قبل الصورة قبل خمس عشر عشر يناير هي المسألة وقت اي والمصرين حيتباحوا بعض مسألة وقت هم متوقعين كده هم كانوا فاهمنا ما يقوم متوقعين علاق تانية ولا ولا يمن تانية هم مش عارفين مصر هم مش عارفين مصر هم مش عارفين ان صحيح مش عارفين مصر والشعب المصري طيب دكتور في حالات كتيرة في الفترة اللي داي على سبيل المثال احنا الزراعة مثلا نعم برضو انا عايز اقول ان احنا يا ريت في المجلس بقى يعني انا بتكلم كمحشاتك متحدث رسمي حضرة المسألة حالة كده ونقيس عليها حالات كتير من ثلاث سنين في مجموعة من الباحثين او الخبار من عندنا واحنا عندنا على فكرة مشروع علماء وعلماء في مصر ما شاء الله عليهم بس المناخل من الامابون دول عملوا تجارب هم في مركز بحوث مركز بحوث الزراعية لا مركز بحوث وزارة الرأي تمام فعملوا تجارب في الامح الامح زرعة شتوية بيقعد خمس تش بيقعد ست تشتر في الارض نعم بتريه خمس مرات ومزرعهم مرة واحدة يعني بقى مص سنة اي هم استنبطوا من الامح ده برضو بس عملوا تجارب على حالات بردوا تقاوي الامح حطوها في ترد التبريد معينة وربما يكون ذلك ده بطبيعة الروس لما بيقعدوا يزرعوا الامح هما بيبضروه وبينزل عليه التالك فبدالنه قاعد كده لغاية التالي ميسيح نحن بيطلع وروسيا أحد أهم دول العالم انتظر للامح يعني المهم لما عملوا هذا الكلام طلع ان احنا نقدر زرعوا الامح على العروتين فنقدر نقدر نزعى الامح مرتين في السنة فبدل ما بيقعد ست وشهر حوالي أربعة وشهر كويس دي نمرة واحد نمرة اتنين لما بيقعدوا فترة أقال في الأرض بتتوفر لنا الرية ولا رية ونص فتوفر ميا بتوفر ميا ووفر سماد ودينا عدد أراضيب بأكتر كويس هذه التدربة طبقات وبدل ما بعدها كانت تدربة بتتعامل في أرض ومعامل وكلامنا كله تدع فلاحين يزرعوها تحت إشرافهم في الفيوم وانا صورت حالة زي كده حبعد لسيادتك ياريت الصور والحالة مش مش لحالة حرب براهيبة لدن الوقف في هذا الموضوع لا احنا انا بقول لحضر ركوة بتعهد أمامك سوف يكون مجلس النواب انصح هذا المشروع وصح هذا البحث سندا وداعما للتجربة دي بشكل كبير ما يبقى انا عايز اقول ويزالك كل العواقب بعد سلطة تبسين تعال يا دكتور المازال في عندنا لسه كتير يعني لازه يتصور الدنيا سلكة كده لا اي فيه مش عم غطابور خامس ده فيه بلاوي سودع يعني صحيح صحيح ويقافوا المركب السير موضوع زي ده انا حابعد لك الحالات ياريت والعنوية وانا لطاكي مع ناس وستعمل اه اه ادعوهم الى المجلس في القراء ايوة مهدام تمام فانا لبقى عندي حالة زي دي ادتني بس ازرع مرتين بليب كمية فانا بسحة الارض هي هي ايوة بسرع فيها مرتين فبليب اه محصول اكتر من اللي بقى بتاع ده وفرته مية وفرته يتحارب يتحارب ليه لا طبعا لا طبعا اه وااا اتعارف حضرتك نمر اتنين ياريت تستزروا ده انا مقى مواطن بقى ايوة فاكر حضرتك الواقعة بتاعت الامح لما رحوا لصوامع اه 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 اللي هي وقعت اللي هي لجنة تقصي الحقائق اللي تلعت من المجلس اه واثبتت ان هناك فساد في منظومة الامح هو كان اين حكاية نعم هو اللي حصل الامح ما توردش هما ثبتوا انوا تورد للصوامع عالورق عالورق وبقسب الفلاحين صحيح هو الامح ده اخدوهم الفلاحين فعلا مم بس بدل ما تورد اتباع بر اي ياريت انتو يعني تصدروا انتو 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 بتطلعوا خوانين بتعملوا كل حاجة انتو سندنا طب انا النهاردة بستور التمانين في المية من امح اصدر ليه ان امح من عندي صحيح تمام انا بصدر امح لان امح بتاعنا نوعيته احسن العرق بتاعنا انت عارف الامح بتاعنا الوحيد للعرق يعني تشد العالين تمط معاك ما تطعش هما بصدروا ده ويليوبوا امح الله اعلم طب انت بتصدر ليه ليه نصدر الرز وندخل كل سنة في قزمة الرز اي يعني انا عايز اقول الحاجات دي نمرة ثلاثة هناك امور لازم المجلس يحط فيها خطوط انا عندي مئة الف فدان مئة الف فدان نعم يحلوا لي مشكلة الفول والعادس والمئة الف فدان الموجودين ونقدر نزلحهم ونحل المشكلة دول والفول العادس دولة انت عارف الفول لا نستغني نمية عن عنه مئة مليون مصر نزل يقول يومية مرة لا مكلش فول هتقول لي انا مش شايف ونصدع يعني الاصل من الكلام احنا محتلين حقيقة محتلين لان احنا عندنا حالات وانا فيه وزارات كتير سادة الوزراء يعني غلبانين مع كبار صغار الموظفين او صغار كبار الموظفين مع الدولة العميقة ما يا دولة العميقة هو اي هو ده طيب انا انا سازي احرك ملف ملف المتعلق بالزراعة دوت انا اخذ البيانات كاملة وهتواصل مع لا انا حعمل انا حعمل لها سادة يا فندم وحدي ببيانات كام بتاع الامح المبرد ده وفي اللي بتاع الحالة خمس ورات بلقاء سريع ما بين صاحب المشروع والسيد دكتور عبنان بنى وزير الزراعة على طول بشكل سيء احنا بوصل امم حقيق اه ما انا عارق ما انا بقول لحضرتك ده من شهر اخر ابريل اه ده كنا مصورينه من شهر اه اه ولو لم هتلى حالة يا احمد والنبي من كلامهم يا احمد احمد ده الان حتان يا بيان اللي لسه اللوة ده مزروع ده اه اه حتان يا حتان ده المحصود اه ده المحصود ده من شهر يا بيان اه واخد بل حضرتك نعم فده موضوع عبعته لساتك ملف كامل. يعني ملف انا 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 عارب ايه اتعمل ده. فيما يخص انا قلت الكلام ده لسات الفريق ما ميش. واريكم اهتموا في هزا ما احنا بسات الرئيس قال عايزين افكار خارج السندوق. صحيح. طيب انا عندي فكرة. بحيرة ناصر كميات الطم الطمية اللي اترسابت دخلت حوالي تلتمائة كيلو في السودان. انا قلت للطلبة قلت واريكم انا قلت لهم ما تديني يكركتين. ونكرق شوية طمية تطلحهم على حرف البحيرة. احنا ممكن نعمل اتنين مليون فدان ارض سودة في ستة وشهر. ارض سودة. يعني هنعمل دلتة. ايه بالطمي اللي طالع ده. اه. هنعمل دلتة يعني هنبه منوفية تاني وشرقية تاني وبتاع ده. ايه. اتنين مليون تاتين مليون فدان. احنا عايزين. احنا عدنا طمي يعمل عشرة مليون فدان واكتر. ام. شو بتصدر علي من امتى احنا بنحاول شو تطمي. الميزة هناك يا بيه ايه. انك انت المياه اللي هناك اللي حوالينا بتاع ده انا مش هاخد مياه من البحيرة. لان كل الزراعات اللي حتمي في الاتين مليون فدان مش من حصة مصر. لان الارض هناك نشعة مخدم مياه من دي. بالعكس ده في بحيرة وكوينة لما بحيرة ناصر من النشعة البحيرة. ايه. فانا المياه نحمل كده. نمر اتنين انا بعمل اكبر محطة الطاقة الشمسية هناك. فبعندي طاقة وعندي مياه وعندي ارض سودة. صحيح. طيب ما انا النهاردة انا ممكن اعمل اربعين قرية اه من عشرين قرية للاهلين النبيين كلهم اللي كانوا حعايزين حال مياه ويلي اهلين اللي في اسوان. اسوان. والكلام ده كل. ما تشوف الموضوع. او يا ريت نشوف طب بس مقترح. انا حكتب. مقترح برضو تاني يا دكتور بس ده احنا حشبط فيك. لا خلاص. هقول اللي جاي حشبط فيك. لا انا انا متفق معاك. لا في التلاتة اجبط. بس يبعاني معايا وراء بيوك. في مشروب ده مش متاح انا. نعم. ده كان اه الله يرحمه يا رشدي اه 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 كسر الدنيا. ايه مشروع كسر الدنيا? دكتور ايمان ابراهيم الله يرحمه ده دكتور كان محاسب واخد دكتوراه شاب. ايه. اربعين سنة حامسة واربعين سنة. انا اتوفى الله يعني ارهيم. وعملت معا حلقتين. كسر الدنيا انا بقول ان كل المعاملات المالية اللي فيها بيطلع فيها شيت كده. بيبقى فيها كسور. ايه. يعني كهربا في خمسة وتلاتين مليون عدك كهربا. خدتنا كهربا بتلاتين دنيا واربعين قرش. احخليهم واحد اه واحد وثلاتين لنيا ويبقى فيه ستين قرش اخدناه. ايه. ده كسر الدنيا. كويس. اما بنحط ده في كل المعاملات. في المطاعم بقى ومش عارف ايو في كلاد ده كله. اه. يعمل خمسة مليار لنيا في الشهر. يعني ستين مليار جنيه في سنة. اه. يعني احنا وده ممكن فضيلة المفتي والبابا توادرس بتقول لان ان ده صدق. يعني اطلع لنا ممش بفاتوة. انا عايز اقول لنا ان الواحد اتخنق من الفتاوة. انما يعني ما كلام. وانت اصطوعية في كرفور تحديدا. مم. بعض لمعيات الخيرية. قالت لهم استأذلوا الناس. اقولوا فيك لمعيات كزا لو كسر اللي بتاع. خدوا فكرة لانا بقولها. طب ما نعملها للدولة. اي. وخلي الناتج بتاعها اقول لك اعمل بي مدارس. يا بي انت النهاردة. يا بي انت النهاردة لو لا لا ده انا حقول لك اتنين مليون في الشهر. انا يا بي لو خاتل اتنين مليار في الشهر. ودي فلوس ايه? كاش. مش كال. صحيح. مش عجل. اتنين مليار يا بي في الشهر. ام. دول يعملوا حكاية. انا اقدر احل مشاكل الصحة. اسوى مين اللي قال اتنين مليار او خمسة مليار. هو حدري عام دراسة بيها الردوة. هلكوا دراسة. اه طبعا. ما انت لما حضرتك تحسبها. احنا لما هنعمل كسر الليني في البنوك. ايه. مش عاملوا دنيه بقى. هعمل البنوك عشرة دنيه. مع ده المعاشات. اشان المعاشات ما ما بيش. صحيح ما تستعملش. فانما اي حد تاني في تعامل ايه هتفرق ايه مع حضرتك. صحيح. لا. لا ده مبلغ ده. ام. انت عندك خمسة وتلاتين مليون بتاعها. اضربة خمسين ارش. ايه. يعني المتوسط. المتوسط الليفل لو هي خمسين ارش بحديث خمسين ارش. ايه. ولو في واحد يعني هي اضربة في متوسط خمسين ارش ده. اه. في كسر اللينيه. لا 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 لا. ما انت. انت عندك احنا عندينا تسعين مليون خط في المحمول. ايه صحيح. انت باخد بالحضرتك. تسعين مليون خط محمول صحيح. ايه. يعني اضربه بقى في خمسين ارش ده يبقى خمسة واربعين مليون. ده في في رافض واحد ايه. انا بقى. لا لا يا بيه فيها فلوس كتير. ونقدر نحط على المكان على طول اللي بيضرب الحاجات دي كلها. تبريدت نشوف الدراسة دي برضو ونشوف ايه ايه تأسيس القانوني للطبع. يا بيه تطبيق من غيه. يا بيه ما انت وانتوا اللي بتعملوا قانون يا بيه. احنا نعمل قانون. يا بيه. اصلا هو هو فيه قاعدة قانية لا الرسوم الا بقانون. حتى لو ارش. ما اطلع. اه. انا بقول لك بعد. انا بقول لها. انا انا اصد اقول انا بجد. وده مطلب للرئيس اللي كل فيه افكار كتير. لا فيه ناس عندها افكار كتير على فتك الدكتور. ايه رأيه حضرتك انت. انا انا منتظم حركة المات. محلي بلك انا جمان كل عمعدون لشياتك. وكل يوم انا حاول انا الدكتور صلاح حساب الله الحياة. انا. لا 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 لا. اخذ الموضوع بشكل جديد يعني مش. ايه انت انت كان عندك حال عايز راح ومشوري الله يعني. انا عندي ارتباب لك تلفزيوني اخر. على الله. على هو. طيب. ماشا يا دكتور بعتني يعني يا دكتور. لا لا ده يا صوري. ده انا يسعدني التوجد معك في اي وقت يعني. ده انا مجرد يعني جات الدعوة يعني كان ده شرف ليه ان انا بعمل جد معك في عزي الحلقة يعني. انا بتهي دكتور ان شاء الله بازن الله ربنا يدي الحضركة العمر وكل السادة المشاهدين. الانتخابات الديه في مجلس النواب. نعم. هتختلف شكلا موضوع. بتأكيد. مش كده تأكيد. ثقافة الاختيار لدى الناس اختلفت. وكانت اول محطات لاختلاف دوت في المجلس اللي جيه لحركة شرط بتكوينه للفريد. تسعين امرأة اكتر من اه اربعين في المية من اعضاؤه اه اقل من خمسة واربين سنة. يبدأوا بقى من سبعة وعشرين سنة. يعني عندنا نائب سبعة وعشرين سنة. وعندنا نائبة اه حاجة وعشرين سنة. وعندنا بقى بقى كله تسع وعشرين وتلاتين واحدة. في المتوسط حتى تلاتين سنة. عندنا تنوية كده من التخصصات جاية في انتخابات فردي. ما كانش بتيجي. انت كانت بتجيلك تركيبة عصبية معينة. قبلية كلها. بصبت كده. لا في ثقافة الاختيار لدى الناس اختلفت. الناس بقيم دلوقتي المرشح بشكل مختلف. ايضا اعتقد ان القانون الانتخابات هيتعدل بحيث ان هو يحط النظام يتيح الناس اختيار رأي ومشروع وبرنامج مش اختيار شخص. يعني ايه حن حن هون. بس كان صعب على فكرة لو حاولنا ده زمان او كان صعب. احنا بقلنا اديه على قبلية يا بيه. طبعا انت بتكلم منذ ناشا. اقول لك ده الانتخابات عندنا. ده اقول لك ده وعندين ده يعني وعندين ده فيها درجونار يعني مفيش زار يعني. صحيح صحيح. مش كده ولا ايه. اه كان فيه كرس على فكرة بيبقى في داخل العيلة لمدة خمسين وستين سنة. ايه اصد عار. يعني هو كان يبقى نوع من العار. فتخيل حدركة بالمسألة كده. ايه. ملاش مع العلقة باداة. بس اقولك حاجة يا سبريم حتى اللي اختيارات في اطار هزا الهزية العصبية والقبلية اللي احنا بنتكلم على دي. بيختاروا افضل ما ما هو موجود. اه اه اه. يعني احنا في سواج مسلا انا بقعد مع زملاء ليه نواب. هتلاقيه من عائلات بس هتلاقي. بيقدم افضل ما عندنا. طيب بس انا هعطر حضرك ثلاث دقائق. فضل. فضل. سواج انا عرضت على السيد المحافظ. نعم. انتو سواج يا سيدي. يا سيدي. سواج انتو البلد اصل الحرير الطبيعي في العالم. اخميم. تاريخ يعني. صحيح. نعمل فرعا. يلي انا في مشروع عندي انا حسي تنبح. وحسيبك من المهاشرية دي وتعالى نعمل ده. اي. لان ده ليش القيم. المشروع ده مش هيخلي قرية فقيرة في مصر. وبالاش. كل اللي عايزينه ان احنا عايزين نعمل شلرز التوت طب الشلرة الوطنية او شلرة القومية تاعت مصر. اه. شلر التوت. عايزين نت. تفقيت مع ست المحافظ يعني قلت له وراء ما تأخرش. ده رائع. اه. محافظ رائع بسرعة. اه. عايزين نزرع احنا انتو لكم مية خمسة وعشر كيلو مواجهة على النيل. وحنقدر نقول ان لنا مية خمسة وعشرين كيلو ترع والحالات والمصارف. اي. اي. وعندنا غابة خشبية ستمائة فدان. ازان. دي تتروي المجاري. اي. انا اللي توت لان دوت توت هو الغزاء الوحيد لدوت الاز. ودوت الاز هي المنتل الوحيد للحرير طبيعي في العالم. اي. شفت اللي نام بقى. الدورة بتاخد قدية به خمسة وثلاثين يوم. بشتري عشرين الف والبيض موجود. عشرين الف بيضة. ام. اخدت بال حضرتك. قول دلوقتي بقوا بمية وخمسين لين. بيكلوا خمسة وثلاثين يوم. البيض بيفس. من ساعة ما بيفس. لغات ما بتشترنق. خمسة وتلاثين يوم. يعني الدورة. اي. يعني المشروع. الانتاج بتاع الحدود ده دي كلها خمسة وثلاثين. دورة رأس المال. دورة رأس المال. دورة رأس المال. العشرين الف بيضة بيكلوا عشر شلرات توت. ام. الشلرة بتتعوض بتطلع تاني في شهر. تمام. فلانا وانا زرعت في السهان مليون شلرة ولا اكل تلاتة متر شلرة وكلام ده. انا بوفر المادة الخام بتاع المشروع ببلاش لكل الاطفال الصغيرين. اي. فالطفل الصغير راح يطلع عينها الورق. ويأكل. البتاع ده الورق خلص مشانا ريح ليه في الدية وكلام ده كل. وستمائة فدانا حنزرحهم كده كمان. م. فده حيدينا يا سعدت النايب. يبقى عمل ده. بيعمل الطفل البيبيع الحدوتة دي كلها بحوالي اه الف ومثين نينية. ام. الصافي بتاع الربح في البتاع دي الف نينية في خمسة وثلاثين نيوان. لو الطفل ده عمل له ثلاث بتوع خلصت. الناموسة اللي ما بتدلها المعيلة اللي بتدلها نموسة. ما الناموسة بتاكل بربعين نينية في اليوم. يعني هتحتس حسة حرمي في نامع. هتتعمل ايه فيها. انا بقول انا ده ده اللزق الاولاني. ده اللزق الاولاني احنا بن ايه بن راضي بيه الشباب الصغير وكلام. اللزق التاني ده نول في كل بيت. ايه. طبعا في اخميم هنبتدي. نردع اخميم تاني. السجدة ده المتر حرير طبيعي من عشرين لاربعين الف دولار. ام. بتتعمل في شهرين. اه. ان انا لو ببتدي ده تدخل الانوال والكلام ده واعلم والكلام ده كله باخدل ستة شهر. بديله النول بيتكلف قد زي ما اتكلف وحقصته عليه. ايه. ميزة دانا عملت مصانع من غير ما من غير معمل مصانع. بقى كل بيت فيه مصنع. لا فيه حد حركة مصلات. ولا حد حيعمل قسمة مروض. هيتشغال. ولا حد حالة. وربنا حكرمه لما يعمل الكلام ده كله. حيرزق من وسع. وتغنق. ما رأيكم ده مفضلكم. مشروح ايه. طيب. ما تيجي نوعد انا وانت ودكتور ايمان عبد من المحافظة. يا سعادة الرئيس انا قلت للدكتور ابو بكر الجلدي. اه magn它. مذينة تمام. احو وسلبت له رسالة. وقلت الدكتور اه المهونتس خلت اب عزيز. من شكور ان الرئيس خلت اب عزيز جميل يعني. اه. اه. بشعob. القل Ny sustainable دكتور اه المهونتس خلت اب عزيز. قال لي انا ح Assistance انا عايزة حعمل معسكر عمل. اه. من شباب سوهات. يتدربه. لا اه انا عايزة عمللوا معسكر عمل عشان يزرع. اصلا انا عايزة هو اللي يزرع عشان الرتوط عشان ما يقلعهاش ما هو اللي يزرع ما يقلعش صحيح اللي ربي ما يهدش اللي يبني ما يهدمش تاني فناخد احنا دلوقتي في الموسم الزراعة احنا في مارس وده من غاية ابريل ونقدر نليب وحقدر بتصلاة ان احنا حنقدر نليب اللي احنا نقدر نليب المليون شكلة دي ونزرحها ونعمل معسكر حمل ونعمل هزا الكلام انا قلت لك اربع حالتها امت خلاص انا مستنى الورق بتاعهم الصبريب حاضر انا مستنى التحدود الاز ده انا 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 لن اتعرك الا انت تقولي الورق حاضر حاضر حادر حادر حاضر واعدين يعني اذا كنت انت انا شرقاوي وہاك احنا ولاد عامي يعني احنا طاور الطاور طاور دكتور صلاح عصب الله المتحدث اه ادوى المجلس النواب اه المتحدث الرسمي اسمه مجلس النواب بشكر حضرتك شكراك صبريب كنت صع Bruce بوجود معاك ربنا يا خليك شكرا يا خليك نطلع فاصل يا احمد